اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة جاي اتكلم معكم على سؤال جالي كتير على اليوتيوب وجالي كتير على الفيسبوك وهو ازاي لو انا عندي مجموعة من الصور كتيرة او مجموعة الفيديوز كتيرة ازاي بقدر اخلي الديوريشن بتاعهم كلهم حاجة واحدة يعني عندي 10 صور عندي 15 صورة او عندي 10 فيديوهات ازاي بقدر اخلي الديوريشن بتاع الحاجات دي كلها مرة واحدة ديوريشن معين فطبعا لو مسكت صورة صورة او مسكت فيديو فيديو الموضوع هيكون صعب جدا وهياخد مني وقت كبير جدا ولكن انا النهاردة هقول لكم على طريقة تخليكم تزبطوا الصور دي كلها مرة واحدة او الفيديوز دي كلها مرة واحدة فيلا بينا يشتغل مرة ازاي قدر اعمل ده على مجموعة الصور كلها مرة واحدة او مجموعة الفيديوز كلها مرة واحدة انا عندي هنا كده مجموعة من الصور كتيرة هبتدي اعمل سليكت وقول عليهم هشيل منهم بس السيكونس وهبتدي انزلهم على الطايم لاين او السيكونس بتاعي فلو جيت دوست كليكي من كده ودخلت على السبيد وديوريشن هلاحظ هنا انه بتاع الصور دي هو خمس ثواني تمام طيب انا عايز دلوقتي اخلي الصور كلها تبقى ثانيتين اعمل ايه بقى هاجي بمنتهى البساطة هعمل سليكت على كل الصور بالشكل ده او هدوس على كومند اي او كنترول اي لو انا بي سي وابتدي ادوس كليكي من كده وابتدي ادخل على السبيد وديوريشن وابتدي احط دول مسلا انا عايزهم كلهم يبقوا كل الصور دي سانيتين 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 فانا هاجي هنا هكتب اتنين زيرو زيرو يعني انا عايزهم كده سانيتين وهدوس اوكي بس هنلاحظ حاجة غريبة شوي لو عملت كده هنلاقي فيه جابس او فراغات حصلت ما بين كل صورة والتانية طيب الحكاية دي لها حلين الحل الاولين اما هدوس على سيكونس من هنا وهدوس على كلوس جاب فيتضملي كل الصور على بعض بالمنظر ده او الحل التاني قبل ما ابتدي اعمل السانيتين دي اصلا يعني وانا بدوس كده كليك يمين وادخل على السبيد وديوريشن بالمنظر ده واجي هنا اكتب اتنين زيرو زيرو يعني سانيتين هاجي اروح اعمل سليكت على حاجة اسمها ريبل ايدت هنا الريبل ايدت دي بتعمل ايه بقى؟ بتخليلي الصور كلها سانيتين وتشيل الفراغات على طول مرة احدة بدل ما اطلع فوق على سيكونس واعمل لو دست اوكي كده الصور كلها بيقيت كل صورة من دول سانيتين سانيتين وفي نفس الوقت شلي الجابس او شلي الفراغات اللي ما بين الصور يعني لو دست كليك يمين كده وحبيت ان انا ادخل على السبيد هلاقي كده ان الصور بتاعتي دي بيقيت سانيتين ولا بعدها سانيتين وهكذا طبعا الكلام ده بيحصل في الفيديوز او في الصور بمنتهى السهولة والبساطة طيب عندي كمان طريقة تاني من وانا اصلا بجيب الصور بتاعتي من برا على طول لو انا دست هنا كده على ودخلت على ودخلت على او لو انا طبعا ده علشان الماك لكن لو انا بي سي بدوس على ايدت وبدوس على بطلع لنفس القائمة دي بدوس منها او بدخل منها على بالمنزر ده هاجي هنا كده على حاجة اسمها هو كتب لي هنا خمس ثواني انا ممكن اغير دي واخليها سانيتين يعني لو انا كتبت سانيتين كده هو تمام سوري ده كده متين سانية هنكتب سانيتين بوينت زيرو زيرو هتبقى كده سانيتين طيب الكلام ده هتطبق امتى لما امسح السور دي واجبها من برا تاني يعني مش هتطبق لو نزلت السور من هنا انا همسح السور كده وهبتدي اعمل للصور دي مرة تاني هدوس كده وهسحب كم صورة وهبتدي اعمل لو حبيت انزل السور دلوقتي هتلاقي ان السور بتاعتي نزلة سانيتين كل صورة لو دست كليك يمين وعملت سبيد وديوريشن لقي الصورة بتاعتي نزلة سانيتين ليه لان انا زبطها في ان اي حاجة هجيبها من برا صورة سابتة جيبها من برا هتبقى عبارة عن سانيتين فانا عندي اكتر من طريقة الحل المشكلة دي يا شباب ده كده بمنتهى البساطة يا شباب الدرس بتاع النهاردة اتمنى انه يكون عجبكم ولو عجبكم الدرس ياريت ندوس لايك على الفيديو ونشاري الفيديو ده في كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد ومتمنى كمان يا شباب اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان كل الجديد يوصلوا شكرا لكم اشوفكم في درس جديد.